اشتركوا في القناة 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 ضروري كثير انك تعملي الفحصات اللي تحكي نارك عنها الفحص الاول اللي بيكون من الاسبوع التاسع الاسبوع الداعش مهمة كثير وبرضو مريحة او بعرف كمان اذا كان الجنين لك بطنك مصاب او لعقا فيه فحص تاني اللي هو فحص سائع للمشيمة اللي هو فيه ناس بالغلط بيحكوا عنه ميت الراس او ميت الراس بس هاده بتعرف الفحص مهمة كثير و بنقدر نحكي يعني بخلي الام تطمئن قلبها بتجاه الجنين عارفي كيف الفحص هذا هو تدخيل ابرا مثل ما احنا ملاحظين هون في الكتالوج في البطن اخذ سائل المشيمة و بنقضه بعدين على المختبر او بعدين وطبعا على فكرة هذا الفحص ببيه فيه حسب حصائية عالمية بيانت انه من كل متين ام حامل فيه ممكن ام حامل واحدة بس اجهاض بخيتي يعني هاي الفحص مش خطر لا مش خطر انا بحكي لك ما تخافي وفيه طبعا فحصات تاني اللي هو عن طريق التلفزيون عن طريق اخذ عينات دم برضو وان شاء الله ربنا يوافق بكون الجنين اللي ببطنك ما في اشي ان شاء الله يا خيتي شو مين الحلوة هاي اللي معك هاي بنت عمي عايشة وان شاء الله في المستقبل مرت اخوي مرت اخوكي وبنت عمي كمان طب انت جميلي لازم تعتبر من نفسك ابنك سالم يعني شو صار فيه ليش تغلطي نفس غلطتها ممكن اذا عملة تفحص بنعملوا احنا الخصوصا اللي بتزوجوا زوادي الأقارب وان شاء الله بتطلع النتيجة يا رب ايجابية من السلبية هاي يا خيتي شو رايك في لقالة الممرضة اليوم يا خيتي انا مكتنعب كل لقالة الممرضة لكن كيف بدنا نقنع اهلي شلون كيف نزوم نفكر العاد اسمعي احنا نقنع ابو سالم ونقنع محمود ونقنع امك يا خيتي هاتا رايحك عن العيل هاتي حنا تواخرنا عن البيت يا ابو سالم تعالي صليها التلفزيون زبطي يعونك يا ابو سالم زبطينا هاتي الفيزيون وش خبارها الولد يمسالي الحمد لله نام من زمان وكيف اليوم كيف ان شاء الله قويس ان شاء الله عني انه احسن من اول والله ما في شي مثل ما هو شو قال الدكتور انه ان شاء الله في امن انه يتحسن يا ابن عمي الولد مرضه ما يتحسن يا والد عمي انا كنت ودي اطلب منك شي اطلبه اريدك باكر تروح لمحمود كلمه اقنعه يروح هو عايشه ويعملوا الفحص بس انت تدري يا مسالم يمكن يلحقنا مسئولية او احراج من الحكي وانت عارف الاختيارية القدام وعقلهم انت اخر واحد تقول هالشي انت شايف مشكلتنا شايف شو صار فينا ولزوم تحكي معهم وتقنعهم انه نزوم يروح هو عايشه للعيادة ويعملوا الفحصات انا ادري انا ادري بس ان الختيارية هذول ما يردوا على الحكي هذا ولا يردوا على فحص ولا على اشي انت شايف المشكلة اللي احنا فيها وانت تعز محمود وما ودك يصير فيه اللي صار فينا انا ما ودي يصير بمحمود بس انت تعرفي هاتل يقنعهم اريدك توعدني انك باكر تروح له ان شاء الله تبكي على الله ماسي يرغل لذلك ان شاء الله يما بتعرفي نعم ستقيني لما قعد مع جميلة انها بتقطع قلبي ياحرام دميلة مسكينة الله يكون في عام جميلة عن جد انها بتحزن تحزن ياحرام يما نعم انا ومحمود ناوين روحنا مالفحصات يما انا من اموت على الفحصات يقولين ايش فيه فيك على اساس تروح تعملي فحصات يما هاي ما فيه فيك وما فيه فيه هاي ايش لازم نتعلم يما انا مش الحوافظ يما انا مش الحوافظ يما انا ابوكي مش الحوافظ يما خلينا نقولك اسمع جميلة ومسامة يما الله انت تفكر في جميل وسالم جميل وسالم هذا شي من الله سبحانه وتعالى مش من الدكتور الدكتور عمره مسوح عاجل بن عادم يما انا احتياط لا يما انا ليش انا ابوكي ابن عمي وما عمد نفحصات وغيره وغيره وغلاك الدكتور يما ما بيه ما يسوي لي شيء بس يقولني تصير او ما يصير يعني هو الدكتور احسن من رب العالمين يما انا ما رح تتجول الا هذا عملت في خوصات ممكن الناس من هاني يروح يعلم علينا وان روح الى جاسم لا حد يما يذبحنا ابوك يما ولا حد رح يقرب الموضة طيب هاي ابوكي طلع يوما الخميس من خرجة ديرك ان شاء الله امشي انا وياكي بس موضة واحد يضرب الموضة احنا يما الناس تتشك في امرنا على اساس ما رايحوا عجيقات يما بصراحة والله يعلم والله يعلم والله يعلم يما بتعرفي نعم احسن خدمة خدمتني ايها بحياتي انك وافقت ان اعمل في خوصات يما انا ايش لي غير سعادتكي وهمني سعادتك في الدنيا كلها كنت سبيرة وكاني وصي لي بي صرت كبيرة وعن بنشي على الواصي كنت صغير وكاني وصي لي بي صرت كبيرة وعن بنشي على الواصي كنت صغير وكاني وصي لي بي شبير وكاني تتشي على الواصي إذا ما عشق بغشق مصبو ما بغلق لو بنتي مو على الأطباء وعلى المراكز العلاجية وعلى العلاج الطبيعي ودائما المريض ودائما يعني بقول دخلك راح يكون الأطباء إذا كان واحد مصاب في المرض والثاني مش مصاب كيف نتيجته يعني ما هو بتعرف الأمراض الوراثية تورث عن طريق الجينات الجينات الوراثية اللي هي الجينات الوراثية اللي بتكون موجودة على الكروموزومات فإذا أنت الأب كنت حامل للجيني المسؤول على المرض والأم حاملة الجيني المسؤولة عن المرض فهونا احتمال إنه كل حمل إنه يأتي 25% طفل معاقب فالأفضل إنه من حيث الأقارب خاصة إنت بنت عمك إنكم تساووا فحص فالوقاية خير ممكن ترى أحلات مصبوط يا مصبوط طيب الله مصبوط مثل هاي إحنا يعني بدأ وخائن خاف من الشغلات هاي يعني إحنا جينا لك يا دكتور وإحنا خايفين إذا خايفين إذا معنات وخراس تساوي الفحص هذا وبتعرف هاي الأمراض الوراثية يعني مسؤول عنها مش بس الأم الأم والأب هم اثنين وبأكد إنهم اثنين مسؤولين عن الأمراض الوراثية ليس الأم أو المرأة الوحيدة اللي دخل بالمراض إثنين مسؤولين يعني إنت وياها لازل تساوي الفحص على طول برائب أحساسي قلبي بيسمع كلمة راسي عيني علي حراسي ما بتغدر فيي عيني على طول برائب أحساسي قلبي بيسمع كلمة راسي عيني علي حراسي ما بتغدر فيي عيني سمون الواقية إنت صغيري وكاني وصيني بيت ما بتغدر فيي عيني وعم بمشي ع الواقية إذا ما شكت عايشة للأسف وأنتو اثنين اطلعتوا حاملين للجيني الوراثية المسبب المرض أنتو حاملين للمرض وغير مصابين الفحص مصحيح يا دكتور والله هذا الفحص مخبر يعني هذا مصحيح يا دكتور أنا مش حامل مرض مسبب زي المرض أنا مش حاملة أنا مش معرفش عنها لكن هي حاملة مرضى أنا ما عرفش عنها حامل للمرض لا مهو انتو اثنين حميل انتو خطيب أنتو شمية يا نفسك يا دكتور أنا مش مصاب يا دكتور أنتو حكيت لك أنتو مش مصاب انتو حامل للمرض أعني أنت تورثه لأبنك أنت صحيح أنت مش مصاب، أنت حامل أنت خطيبتك أنا أنا مجي أنت مش من عندي هاي فحص مختبر وهاي فحص المختبر عندي هيك بالدل فأنا عندي لك مصائح أنت حر، بدك تتزوجها من البنت عمّة ماشي، أنا ما بمانعك من تتزوجها، هي بنت عمّة لكن أنا بانصحك أنه بعد كل حمل أول حمل لازم تساوي فحص مبكر فحص مبكر أول حمل حتى إحنا نكتشف المرض في بدايته لكن بدون فحصات طبعاً أنت راح تحمل مسؤولية أنه يجيك أطفال مصابيل ومعاقين أنا هيك رأيك يا دكتور؟ أنا هيك رأيي، أنا بنصحك والوقاية خير ومنقنطر علاج الأفضاء أنه ما يجيك طفل معاق ومصاب وتتغلى فيه بالمستقبل عند الأطباء وتتعب وتخسر عليه فلوس وبدون فائدة لأنه ليس له شفاء تام ما يجريك يا أبراهيم؟ أيساً أختيار أو العائشة أختيتني بها طيب كيف تنشي عندها بدون عمرنا؟ كيف يعني الكلاب؟ كنت أتخذ لا أنت تتتحول الأمر أخيراً، أخيراً. طيب كثيراً، عندما يخبرك أبوك التي تريد أن تتأكد ينهي كثيراً، تبقى وعده أيضًا أخيراً، يجب أن تتطيع أن تتحول الدواء إذاً، حسناً، فأخيراً، حسناً، ينبقى أن هذا طيب سيكون هناك مشاكل هذا ما يجب أن تتحول ونحن أمر مع كل شيء كنت أعرف أهلاً أو أنه يكون هذا المضاد طيب يوم انك عارف انه مزبوطي ويتمشي ليش معا هنه هذول حكال ليه وش داع سوي عاد مشيت معا هنه يعني تمشي للمشاكل سويتها انت مشاكل فوسط العائلة كبيرة مشكله ايدي ولا لا على كل حال انترك دبار عندي وبرضه امك لها دبار عندي انا فارجيكم كيف مؤسسة في كلام ثان ايجي ريخلكوا تمشوا ورحنا ما في حاصل الناس لتافحاص هذو كلهم نمها لا منمها ولا شي هذا من الله انا مقولتكم زمان لا تمشوا تسوي مشاكل فوسط العائلة هذا كل الحق على خوية اللي خلي مرة تاخذ بنتها وتفحصها عند التكتور مش هل تسوي مشاكل والله ما فيها شي يا ابو محمود هذي خطيبته والله وقف فيها وفحصها هذي تسوي مشاكل فوسط العيلة وأما هو تسوي المشاكل فوسط العيلة انت هودك تسول في السوري فهذي مو هالحيل فيها شي يا جواد ما فيها شي عادي عادي البحص هذا شغلة رسمية ولا مشاكل ولا شيء وبحص هذا اليوم الله خلق الطب ودهه ولازم يتعارجه هذا أمر طبيعي والكل يفحص والكل يعني شغلة واردة يعني كانها فيها مرض هو سباب المرض أن العيلة من عندها لها من أول خلاص ما فيه نصيب وكل شي انتهى ويدول الولدك بالتحلل وجوزه زيد تعال 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 ودي أسألك تعال وقعد هان وش صار تخبرني وش صار ما ودك تحكي تخبرني وش قالوا ما فيه عرس حمل يا قلبي فراء دوبني لاجر لليلي أنا مدى غر مر الصبر يا 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 باي مغمى الليالي مغمى الليالي مغمى الليالي مغمى الليالي زوادت من أخرتي لو طر رجوع لو مضى كل العمر أنا لم طر رجوع لو مضى كل العمر أنا أدري أنك تعبانة لكن ودي تطمن أنت توكدتي أنه حلالي أنك نزلتي توكدت يا عايشة سألت كثير دكاترا وسألت رجال الدين العيل كان مريض نفس مرضه هو كان هذا هو الحل اللازم أقوم فيه بسيطة يا خيتي الله يعينك يا خيتي أنت ما أنت عارف شو اللي عانيه ما تعرفين صعوبة أنك تربعي العيان لازم ترافقينه كل لحظة لازم أنت تغيريه والطعمي وتعمليه كل شي أنا أرتحت يا عايشة أنا أرتحت الحمد لله يا خيتي الحمد لله وأنت شلونك حمد لله حالي على ما هو أنا ما هو محزني لأمي أمي المسكينة عمي يقول